ما زالت قوات الاحتلال تعرقل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وتقليص عدد لهذه المساعدات حيث تم دخول اليوم 69 شاحنة وأربع شاحنات للوقود بينما تم رفض أربع شاحنات للمستلزمات الطبية يأتي ذلك في الوقت الذي تزداد فيه معاناة الأشقاء الفلسطينيين واحتياجهم الضرورية لمثل هذه المساعدات المزيد لدى أحمد ممدوح مراسل التلفزيون المصرية تحياتي لكم ولكل أسادة المشاهدين من أمام معبر رفحة ننقل لكم الصورة الكاملة لموقف دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة حيث ما زالت قوات الاحتلال تعرق الدخول هذه المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة حيث يتكدس العشرات من الشاحنات يوما بعد يوم بمعبر رفحة دون دخولها من جانب قوات الاحتلال في الوقت الذي تزداد في معاناة الأشقاء الفلسطينيين وحاجتهم الضرورية لمثل هذه المساعدات الإنسانية والإغاثية اليوم تم دخول 69 شاحنة محملة بأطنان من المواد الغذائية بالإضافة إلى دخول أربع شاحنات للوقود والغاز أمس كان تم دخول أكثر من 130 شاحنة محملة أيضا بالمواد الغذائية وأربع شاحنات للوقود بينما تم رفض أربع شاحنات للمستلزمات الطبية هم يمنعون دخول هذه المستلزمات الطبية بهدف الضغط على الجانب الفلسطيني وزيادة معاناته والوصول بهم إلى المجاعة والتهجير القصري أيضا للفلسطينيين من قطاع غزة جهود مصرية متواصلة لدعم هذه المساعدات من خلال معبر رفح وفتح معبر رفح حتى في الأعياب والمناسبات الرسمية والذي لم يغلق أبوابه لدعم هذه المساعدات حيث تتحرك أعداد كبيرة من الشاحنات المصرية عبر معبر رفح لوصلها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ولكن قوات الاحتلال تمنع دخول هذه المساعدات أيضا لم تتوقف الجهود المصرية فقط على دعم هذه المساعدات بل تسعى أيضا للضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وأحياء مصار المفاوضات مرة أخرى واستضافة كافة أطراف النزاح على الأراضي المصرية هذه هي الصورة الكاملة اليوم من أمام معبر رفح وعودة إلى الزملاء في الاستوديو